ألف ألف مبروك ألف مبروك يا حبيبي علي إيه؟ نجحت وخدت اللي صلصة طبعا بكل تميدي قفلت هدولي وجبت تأدير جلسوا إيه إن شاء الله؟ مقبول مقبول بقى عامل الهليلة دي كلها وطبب علي الساعة غادة علشان مقبول أمامال ومحبول كويس والولدين الشحابة عملوا إيه؟ نفس مقبول ديك بردو؟ نعم عدم جاك جايد مصرع جامل في هذا السلامة قادي العيال الفلحة الصحيح اللي تشرح قلب أهليها ناس لها حظوظ وناس لها سواة دي سواة دي؟ طب تعالح أنا في بقى عزك في المتين المتين إيه إما تكمل قاب وقم معاه بولك حنف أوه هو والد كده تضغط عليك قل مزاجي وتمطارني تبقوا من رقلة مزاجي عالي عايز إيه؟ نعم أسواج عايز إيه؟ إب إب على فين؟ عايز الحلاوة بقى؟ نعم بقى مقبول دي تستاهل الحلاوة؟ لا تستاهل بسترمن ههههههه نستخف دمك أول مقومني عليه الغادا عشان تستخف دمك معين نعم يا جراح 갖نب ما تجيب أما خمسة جانة خلينا نطستار أبك باجح بس صحيح بقى جايب مقبول وعايز كمان فلوس يلا تخلصني يا عانب بعدين مالها مقبول مش يحصل بالعجازية اللي عادت 30 سنة ومعرفتش تاخدها والله ما انت فانا زمان أهل طارق طيرين من الفرح طبعا ابنهم طلع الأول عالكلية وبامتياز كمان طارق طول عمره مجتهد وزكي ويستهل كل خير مهمت لو ما كنتش بتضيع وقتك في اللعب وفي الكورة كان زمانة جبت تقدير زيه يا خلتي يا خلتي كل واحد بياخد نصيبه وبعدين احنا برضو ما احنا شليلين وزا كان طارق طلع الأول في الكلية فانا بقى كابت الفريق الجامع ولما ادخل نادي الأهل ان شاء الله هبقى أشهر وأحسن لعب في مصر دي كلها وانت حتروح النادي الأهل يتهب بيه أهب بيه؟ هلعب في الفريق بتاعه طبعا تلعب؟ انت عايز تلعب تاني؟ عايز تسيب شغلك ومستقبلك وتروح تلعب؟ يا خلتي انا مستقبلي في الكورة حيكون هاي تصدقيني؟ ده حتى كابتل الوحش هو اللي قال لي كده لما شفت بلعف في فريق الجامع ده حتى تنبقلي ان انا حبقى خليفة صالح سليم بلا وحش بلا سليم بلا يحزنون وهنا لا يمكن حسيبك تسيب هنا وتروح تسيب شغلك ومستقبلك عشان تروح تلعف النوادي الحمد لله نمك وابوك ما ياتوا قبل ما يسمعوك وانت بتقول الكلام ده بالقل لو كانوا لسه عايشين انا حيقولولي مبروك في يوم زي ده حد يسيب وظيفة مضمونة في الجامعة يقول اشتغل في الصحافة وهي الصحافة شغلة وحشة يا بابا يا سيدي مقولاش وحشة ولا حاجة بس وظيفتك في الجامعة أضمن وأحسن ولا تكونش فاكر نفسك حتبقى مصطفى أمين ولا حسنين هيك يعني هو انا لما اشتغل في الجامعة أبعالي مبارك والله تحسن شوف يا ابني الدنيا علمتني ان الانسان علشان ينجح في حياته لازم يمشي في السكة اللي تناسب قدراته ومواهبه مهما كان حبه لأي سكة تنمي شوف عندك عادل صاحبك مثلا لان طول عمره بيحب الرياضة ويهتم بيها فانا واثق انه حيكون له مستقبل كبير قوي في الكوان طب وإيه علاقة عادل والكورة باللي احنا بتكلم فيه يا بابا انا اصدى قولك يا ابني ان عادل زي ما هيستفيد بتفوقه في الرياضة انت لازم تستفيد بالنمر العالية اللي جبتها وتتعين مؤيد في الجامعة القياس اللي حضرتك بتقوله ده يبقى واحد زي الوقت ده يتسوح في عشته لانه لا بيفهم في الكورة ولا جاب نمر عالية ولا بيفكر في اي حاجة محددة يعمل لا واجد ده ما يتخافش عليه ده واجد واعي ومفتح وبيلعب بالبيضة والحجر والناس اللي بالنوع ده يسلكوا في الحديد ويجاحوا في اي حاجة يعملو